السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم علمنا ما يفعنا وفعلنا ما علمتنا ورزقنا علما نفقا في الدين برحمتك يا أرحم الرحيم وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره آمين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى النبي الكريم وبيساندكم حفظكم الله للمام مالك رحمه الله تعالى قال ستاب اللباس باب ما جاء في لبس السياب للجمال بها وبهي له قال حدثني عن ما عن زيني أسلم عن جابر بن عبد الله الانصاري وقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بحر لجابر وحنا أنا الله صلى الله عليه وسلم أقبل فقلت يا رسول الله قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها ألوى قفاء فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين لكم هذا قال فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينة قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى زهرنا قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقا قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما له ثوبان غير هذين فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته إياها قال فادعه فمره فليلبسهما قال فدعوته فلبسهما ثم بلى يذهب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا له قال فسمعوا الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله قال فقتل الرجل في سبيل الله وبله قال حدثني عن مالك إنه بلغه إن عمر بن الخطاب قال إني لو حب أن أنظر إلى القاري أبيض الصياب وبله قال حدثني عن مالك عن أيوب بن تميمته عن النسيرين قال قال عمر الخطاب إذا أوسع الله عليكم فأرصح على أنكم جمع رجل على صيابه على صيابه جمع رجل عليه صيابه فأبو ما جاء في لبس الصياب والذهر كله قال نافع كان بغب المشقي بغب الزعال مالك أنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من شيئا من ذلك لأنه بلغني أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عن تغطم الذهب فأنا كوه لرجال الكبير منهم وصغير قال يحيا وسمعت مالك أن يقول في الملاحي في المعارضة في البجود لرجالي وفي الأفنية قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما وغير ذلك فأبو ما جاء في لبس الخزي وبليه قال حدثني مالك أن شامن عروض عن أبينا عائشة زوج النبي صلى الله وسلم أنها كسط عبد الله بن الزبيري بمطرة خزي كانت عائل فأبو ما يكره للنساء لبسه من الثيابي وبليه قال حدثني عن مالك أنها لقفت من أبيه القمر عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله وسلم وعلى حفصة خمار رقيق وشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا وبليه قال حدثني عن مالك أنها سلمة بن أبي مريم عن نبي صالح النبي هريت أنه قال نساء كسيا عريات ما إلق وميلاد لا يدخلنا الجنة ولا يجيدنا ريحها بيهها يوجد من مسيرة خمسمئة عام قال قام من الليل فنظر في أفق السماي فقال ماذا فتح الليلة من الخزائب وماذا بقع من الفتن كم منك سيدن في الدنيا عارية يوم أي صور باو جري صوبه وبليه قال حدثني عن مالك أن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله وسلم قال حدثني عن مالك أن عبد الله بن عمر كلهم يخبره وأن رسول الله لا ينظر الله إلى من يجر صوبه قويا لا وبليه قال حدثني عن مالك أن عبد الله بن عمر أنه قال سألت أبا سعدني القدري عن الإزاري وقلق بعلم سميت رسول الله يقول إذر مني إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطر باو ما جاء في إزبال المرض ثوبها وبليه قال حدثني عن مالك بن نافع عن نبي نافع مولى عن سفية ما سلمت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تارف المسلمة قال توم سلمة إذا إذن ينكشف عنها قال فالضراعا لا تزيد عليك باو ما جاء في الانتعال وبليه قال حدثني عن مالك النبي الزادة نارج نبي هريت أن الرسول خازم قال لا يمشي أن أحدكم فينا لواحد ذن لينعلهما جميعا أو ليحفهما أو ليحفهما جميعا وبليه قال حدثني عن مالك عن نبي الزادة نارج نبي هريت أن الرسول الله قال إذا انتعال أحدكم فلي أحد قل فليبدأ باليقين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعروا وآخرهما تنزع وبليه قال حدثني عن مالك نبي هريت أن تعبد الأحفار أن الرجل نزعنا عليه فقال لما خلقنا عليك لعلك تأورت هذه الهي ثم قال حدثني عن مالك فلتكن على موسى قال مالك لا أدري ما أجابه قال حدثني ما جاء في لبس السابق وبليه قال حدثني عن مالك عن نبي الزادة نارج نبي هريت أنه لا أدري صلى الله عليه صلى الله عليه وآخر عن الملابثة وعن الملابثة وعن أن يحتبي الرجل في صوب واحد ليس على فرجه من شيء وعن أن يستمر الرجل بالصوب الواحد على أحد شيقه وبليه قال حدثني عن مالك نافي عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء ضاعوا عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم القيامة وللوقت قدموا عليه فقال رسول الله عليه وسلم إنما يلبسها في من لا خلق لو فلا ثم جاء رسول الله عليه وسلم منها حلل فعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها فقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها فكسها عمر أخله مشركا بمكة وبليه قال حدثني عن مالك نساق بن عبد الله بن نبي تلحة أنه قال قال أنا سؤل المالك رأيت عمر بن الخطاب هو يوم إذن أمير المدينة وقد وقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعدها كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في سنة الله عليه وسلم إليه قال حتى سنة لكن عن ربي ابن أبي عبد الرحمن يعني أن سنة مالك أنه صمع ويوم صلى الله عليه وسلم ليس بالطبي ولا بالقصير ولا بالأبد الأمهر ولا بالآدم ولا بالجعد ولا بالصبت ولا بالصبت بعثه الله على رأسه أربعين سنة فقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فتوفاه الله وتوفاه الله عز وجل على رأسه ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرنا شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم في صفة ابن مريم عليه وسلم والدجال وبإليه قال حدثنا أن مالك النبي عن أبد الله أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللم فترجلها فهي تقطر ماء متكيا على الرجلين على عواتق رجلين صوفوا بالكعبة فسألت من هذا قيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعبر العين اليمنى كأنها عينمة طافية فسألت من هذا تقيل لهذا المسيح الدجال هذا المسيح الدجال فهوما جاء في السنة في الفتر وبإليه قال حدثنا عن مالك النبي سعيد عن نبيه عن أبي فرد قال قمس من الفتر تقيل إيم الأظفار وقص الشارب ونطف الإبط وحلق العانة والإختنان وبإليه قال حدثنا عن مالك النبي سعيد عن سعيد المسيب أنه قال كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول الناس ضيف الضيفة فأول الناس اختتنا فأول الناس قص الشارب فأول الناس رأى الشيبة فقال يا رب ما هذا فقال الله تبارك وتعالى فقار يا إبراهيم فقال يا رب زدني فقال يحيى فسمعت مالك يقول يأخذ من الشارب حتى يبدو حتى يبدو طرف الشفة طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه فيمثل بنفسه باب النهي عن الأكل بالشمال وبيله قال حتى صنع عن مالك عن جابر بن عبد الله السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله ويمشي في نعال واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في صوب واحد كاشفا عن فرجه وبيله قال حتى صنع عن مالك عن ابن شهاب وليس المسكين بهذا الطوافل الذي يطوف عنه وترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن الناس له فيصدق عليه ولا يقوم فيسأل عن مالك عن زيد مع النبي بجيد النصاري ثم الحارس عن جدته أن رسول الله قال رد المسكين ولو بضيك في محرم بأو ما جاه في محر الكافر فبيره قال حتى صنع عن مالك نبي زناد قال رسول الله يأكل المسلم في محر والكافر يأكل في سبعة ومعار فبيره قال حتى صنع عن مالك عن سبحان نبي صالح عن نبي نبي هرير رسول الله رسول الله بشات فحلب شرب حلابة ثم أخرى شرب حتى شرب حلابة سبع شيئين ثم إنه أصبح فألم أمر له رسول الله بشات فحلبت فشرب حلابة ثم أمر له يخرى فلم استتم فقال رسول الله المؤمن يشرب في محن وحد والكافر يشرب في سبعة أمع باب يعني الشراء في آنية الفضلة والنفغ في شاب لكن أنا في زيد بن أبدأ عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطو عن عبد الله عبد الله أن الرسول الله قال الذي يشرب في أن يجدر في بطنه نار وبيلي حدثني عن أيوب ابن حبيب عن أيوب ابن حبيب مولا صلى ابن بقاص عن 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 المسجد عن كنت عند مروان من الحكم فتقل عليه ابن سعيد نقول له مروان من الحكم سمعت عن رسول الله أنه نحى عن النفخ في الشراب فقال له رسول الله فقال له رسول الله صلى عليه وسلم فأبن قدح عن فاكر ما تنفس قال فإن تلق ذات فيه قال فأهرقها فما جاء في شرب رجله هو قايم وبيلي قال حدث أن أبن عمر خطبي وعلي من أبي طالب وعسما من عفان كانوا يشربون قياما وبيلي قال حدث عن مالك عن شهاب أن عائشة من المؤمنين وصعد من أبي بقاس كان لا ريان في شرب الإنسان وقايم مباسا وبيلي قال حدث مالك النبي جعف القارين أن قال رأيت الله ومر يشرب قايم وبيلي قال عن مالك عن عمر بن عبد الله بن الزبير النبي أن كان يشرب قائما باب السنة في الشرب ومت إليه مالك عن ابن جهان مالك رسول الله أتي بلبن شئب بماء من رابين وعن ديق وصمع تلع راب فليم وبيلي قال حدث مالك أن بحاذ من الدنار عن سهر من عد النصار أن رسول الله أتي بشراب وشرب منه وعن يمين غلام أتذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا اثير بالنبي منك أحدا قال فتل رسول الله في يدي وجامع ما جاء عام شرب وبيلي قال مالك أن سهق ابن عبد الله ابن تلحة أنه سم مالك يقول قال ابو تلحة لأم سليم لق استمد صوت رسول الله سلم زعفه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم مالك مالك لماذا وقالت لديد فراحة وقالت مالك وقالت مالك مالك موسيقى نعم يا أجمل قطع الصوت يا أجمل نعم سيد نعم رجع عني ثم أرسلتني إلى رسول الله قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالزا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة قال فقلت نعم قال للتعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جيت أبو طلحة فأقبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من التعام ما نتعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو طلحة معه حتى لقلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلومي يا أم سليمين ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعسرت عليهم مسلم عكة لها فآدمته ثم قال رسول الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لعشرة بالدخول فأزن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأزن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إيذن لعشة فأذن لهم فأكلوا حتى شبهوا ثم خرجوا ثم قال إيذن لعشة حتى أكل القوم كلهم وشبهوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون رجلا وبي لي قال حدسني عن مالك عن نبي الزنادة نعرج أن نبي فريد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعامل وصلا казرت الثلاثة وعطا تقامل الثلاثة كافئة الأربع وبي لي قال حدسني عن مالك عن أبي الزبيت المكي عن جابر بن عبد الله قال رسول الله سلسل قال أغلق الباب وأوك السقار أطفئ الإناء وأطفئ الإسباحا فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل ذكاء ولا يكشف إناء وإن الفويسقة تضرم على الناص بيتهم وبليه قال حدثنا عن مالك النبي سعيد المقوري عن نبي شرعين المكعبي أن رسول الله سلسل قال من كان يمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا وليسمط ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فليكم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم طيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. فبلي قال حدثني عن مالك عن سمين مولا بكر عن نبيه ريدة أن رسول الله عليه السلام قال بينما رجل يمشي بطريق إذا اشتد عليه العتش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب يلهس يأكل الترى من العتش فقال رجل لقد بلغ هذا الكلب من العتش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر فملأ قفه ثم أمسكه بفيه حتى رقيا فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له وقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهايم لأجر فقال في كل ذي كبد رطبة أجر وبليه قال حدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال بعث رسول الله عليه السلام بعثا قبل السحر فأمر عليهم وباع عبادة بن الجراحي وهو ثلاث ميت قال وأنا فيهم قال فاخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني أزاد فأمر أبو عبادة بأزباد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزدواء فكان مزودا تمر قال فكان يقويتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا ولم تصبنا إلا تمرة فقل فما تغني تمرة فقال لقد وجدنا فقد فقتها حيث فنيت قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظريب مثل الظريب فأكل منه ذلك الجيش ثمانية حشرة ليلة ثم أمر أبو عبادة بزلعين من الظلاعه فنصب ثم أمر براحلة فرحلت ممر تحتهما تحتهما ولم تصبهما قال مالك الظريب الجبيل وبه إليه قال حدثني عن مالك عن زيد أسلام عن عمر بن سعد من المعز أن جدده أن الرسول الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحدى كنا لجارتها ولو قرى عشات محرقات وبه إليه قال حدثني عن مالك نبد الله بن أبقر أنه قال قال رسول الله عليه وسلم قاتل الله اليهود نهو عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه وبه إليه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن حيث ونمريم كان يقول يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل والبري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره وبه إليه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه باباكن الصديق وأمن الخطاب فسألهما فقال أخرجنا الجوع فقال رسول الله عليه وسلم فأنا أخرجني الجوع فذهبوا إلى أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير عنده يعمل وقام يذبح لهم شاتا فقال رسول الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر فذهب عليهم شاتا واستعذب لهم مان فعلق في نخلة ثم أدوا بذلك التعامي فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله عليه وسلم لتسألن عن نعيم هذا اليوم وبيله قال حدثني عن مالك أن يحمن سعيد أنه أمن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وزرى الصحفة فقال عمر كأنك مغفر فقال والله ما أكلت سمنا ولا لكت أكلا به منذ كذا وكذا فقال عمر لا أكل السمن حتى يحيى الناس من أول ما يحيوا وبيله قال حدثني عن مالك أنه قال رأيت عمر الخطاب ويومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها وبيله قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال سوء إلى عمر بن الخطاب عن الجراد فقال وذدت أن عندي قفعة نأكل منه وبيله قال حدثني عن مالك عن محمد بن عمر بن حالحالة عن حميد بن مالك أنه قال كنت جالس مع أبي هريرة بأرضه بالحقيقي فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي فقلت فقل إن ابنك يقرئك السلامة ويقول أتعمينا شيئا قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيء من زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن تعامنا إلا الأسودين الماء والتمر فلم يصب القوم من التعام شيئا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب ورمحها وصل فينا اليدها وإنها من دواب بالجنة والذي نفسه بيده ليشيق أن يأتي على الناس زمان تكون السلة من الغنم حب إلى صاحبها من دار مروان وبيله قال حدثني عن مالك عن ابن عيم وهب بن كيسان قال أتي رسول الله عليه وسلم بتعامن ومعه ربيبه عمر بن وبي سلمته فقال له رسول الله عليه وسلم سمي الله وكل مما يليك وبيله قال حدثني عن مالك أن يحبن سعيد أنه قال سمعت القاس من محمد يقول جاء رجل لعبد الله بن عباس فقال له إن ليتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله فقال له من عباس إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنو جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم مردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب وبيله قال حدثني عن مالك عن إن شاء بن عروة عن نبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بتعام ولا شراب حتى الدواء فيتعمه أو يشربه إلا قال الحمد لله الذي هدأنا وأدعمنا وسقانا ونعمنا الله أكبر اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير فنسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين ورب العالمين الحمد لله ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار قال يحيى سئل مالك هل تأكل المرأة ما غير ذي محرم منها أو مع غلامها فقال مالك إلا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال تأكل المرأة مع زوجها وما غير من يآكله أو مع أخيها على مثل ذلك فيقره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها فقال حدثني عن مالك أن يحمل الخطاب أدرك جابر بن عبد الله معه حمال لحم فقال ما هذا فقال ليامر المؤمنين قومنا إلى اللحم فاشتريت بطرها من لحم فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطغي بطنه على أنجاره أو ابن عمه أين تذهب عنكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فقال حدثني عن مالك أن يلبس خاطم من ذهب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا قال فنبذه الناس بخواتيمهم فبله قال حدثني عن مالك أنه قال سألت سعيد بن المصيب عن لبس الخاتم فقال البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك بقى ما جاء في نزع المحاليق والجرس من العين وبله قال حدثني عن مالك عن أبد الله بن أبي بكر عن أبد الله بن أبي بكر عن أباد بن التميم أن أبا بشير النصاري أخبره أنه كان مع رسول الله في بعض إصفاره فقال فأرسل رسول الله رسوله قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مقيلهم لا تبقين في رقبة بعيد قلادة من وطر أو قلادة إلا قطعت قال يحيى سمعت مالكا يقول أرى ذلك من العين كتاب العين باب الوضوء من العين وبإله قال حدثني يحيى عن مالكا محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول واتصل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه عامر بن ربيعة ينظر قال كان سهل رجلا أبد لحسن الجل قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء قال فوحيك سهل مكانه واستدع عبده فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهل معك أنه غير راح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذيك من أمر عامر فقال رسول الله صلى الله وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا ألا بركت إن العين حق فتوضأ له عامر فرح سهل ما رسول الله صلى الله وسلم ليس به باس وب ليه قال حدثني مالك عني من الشهاب عن نبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر ربيعة سهل بن حنيف يغتجل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ فألو بتظهر فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هلك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه فقال هل تتهمون له أحدا قالوا نتهم عابر ربيع قال فدعا رسول الله سن عامر فتقيض عليه وقال على ما يقتل أحدكم وآخاه ألا بررت اغتسل له فغسل عابر ومجهه ويديه ومنفقه ورقبته بأطراف رجله فتاخل قزاره في قدح ثم صب عليه فراه سهل مع الناس ليس به بأس باب الرقية من العين وبله قال حدثني عن مالك المحمد بن قيز المكي أنه قال دخل على رسول الله بابن جعفر ابن عبي طالب فقال لحازنتهما ما ليراهما زارعين فقالت حازنتهما يا رسول الله إنك تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أن لا ندري ما يوافقك من ذلك فقال رسول الله يسترقو لهما فإنه لو سبق شيء القذر لسبقته العين وبله قال حدثني عن مالك ابن سعيد عن سليمان بن إسهالي أن عروة ابن خبير يحدث أن دخل ومسلمت الزوج النبي وفي البيت الصبي يبكي فذكر له أن به العين أن به العين قال عروة فقال رسول الله لا تسترقون له من العين بقى ما جاء في أجل مريزه وبليه قال حدثني عن مالك رسول الله وعن طيب النساء وقال إذا مريز العبد بعث الله إليهما لكين فقال انظر ماذا يقول العباده فإن هو إذا جاء حمد الله وإسنا عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل هو أعلم فيقول لعبدي علي إن توفيته أن ندخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته وبليه قال حدثني عن مالك عن يزيد ابن خصيفة عن عروة بقى رسول الله لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أيهما قال عروة وبليه قال حدثني مالك وأن محمد ابن عبدالله بن يبي سعى سعى أنه قال سميت أبا الحباب سعيد من أسال يقول سميت أبا هرائت يقول قال رسول الله من يريد الله به خيرا يصب منه وبليه قال حدثني عن مالك عن يحبن سعيد أن الرجل جاءه الموت في زمان رسول الله فقال رجل هنيا له مات ولم يبتل بمرض فقال رسول الله وإي حق وما يزريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به عنه من سيئاته باب التعفز والرقية من المرض وبليه قال حدثني عن مالك عن يزيد بن خسيفة أن عمر ابن عبدالله بن كعب أخبره وننافع عمر جويل أخبره عن عثمان ابن عباس أنه أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبيي وجع قد كاذا يهلكني قال فقال رسول الله يمسح بيمينك سمع مطوح ولعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بيها أهلي وغيرهم وبيي إليه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن الزبير عن عائشة أن رسول الله كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفذ قال فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسه عليه وجاء بركتها وبيي إليه قال حدثني عن مالك عن ابن سعدين عمرت بنت عبد الرحمن أن أبا بكر صديق دخل على عائشة فيتشتكي ويهودية ترقيها فقال اببكر ارقيها بكتاب الله باب تعالج المريز وبليه قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجل في زمان رسول الله أصابه جرح فحتقنا الجرح الدم وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله قال لهما أيكما أطب فقال أبا في الطب خير يا رسول الله فزعم زيد رسول الله قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء وبليه قال حدثني عن مالك نية بن سعيد قال بلغني أن سعيد بن زرارة اكتبى في زمان من الظبحة فمات وبليه قال حدثني عن مالك نافع أبد الله بن عمر اكتبى من اللقوة ورقية من العقرة باب الغصب الماء من الحمى وبليه قال حدثني عن مالك عن شام عروة عن فاتمة بنت المنزر الناس ما من تبك كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت إن رسول الله كان يأمرنا أن نبردها بالماء وبليه قال حدثني عن مالك عن شام عروة عن نبيه أن رسول الله قال إن الحمى من فيه جحنم فوردوها بالماء وبليه قال حدثني عن ما حدثني من مالك الناس عن ابن عمر أن رسول الله قال الحمى من فيه جحنم فأطفئوها بالماء باب عيادة المريض والطيرة وبليه قال حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا وباله قال حدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشجي عن ابن عطية أن رسول الله عليه وسلم قال لا عدب ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرز حل المصح وليحلل المصح حيث شاء فقالوا يا رسول الله وما ذاك فقال رسول الله عليه وسلم إنه أذى كتاب الشعر باب السنة في الشعر وباله قال حدثني عن مالك نافيا عن ابن الله بن عمر أن رسول الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشبارب وإحفاء اللحاء وبه إليه قال حدثني عن مالك عن ابن الشهابين الحميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معابة من نبي صفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا هلمدينة أين علمامكم سميت رسول الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بني إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم وباله قال حدثني عن مالك أن زياد بن يسعد منه عن مشهاب نشهاب أنه سمعه يقول سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك قال مالك ليس على الرجل ينزل إلى شعر مرات بنه أو شعر أم مراته بأس وباله قال حدثني عن مالك أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق وباله قال حدثني عن مالك عن سفان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مكافر اليتيم لهو أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى فأشار بيصبعيه بالوسطى والتي تليل بها باب إسلاح الشعر وباله قال حدثني عن مالك أخبره قال كان رسول الله عليه وسلم في المزل فدقل رجل سائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله عليه وسلم بيده أن يخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه واللحية ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان فما جاء في سبغ الشعر وباله قال حدثني عن مالك قال فأخبرني قال أخبرني محمد بن رحيم التيمي أن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوس قال وكان جليسا لهم وكان أبي ظلحة والراسي قال فقد عليهم ذات يوم وقد حمرهما فقال له القوم هذا أهسن فقال إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأسبغن لأسبغن وأخبرت لي أن أبا بكرنا الصديق كان يسبغ قال جحي يا سمع تمالك أن يقول في سبغ الشعر بالسوادي لم أسمع في ذلك شيء معلوم وغير ذلك من السبغ أحب إلي قال وترك السبغ كله باسع إن شاء الله ليس على الناس فيه ضيق قال وسمع تمالك أن يقول في هذا الحديث بأنه أن رسول الله عليه وسلم لم يسبغ ولو سبغ رسول الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلي عبد الرحمن بن أسود باو ما يؤمر به من التعفض وبله قال حدثني عن مالك النهم من سعيد قال بلغني أن خالد بن Walid قال لرسول الله عليه وسلم إني أروع في منامي فقال له رسول الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله السامة من غضبه وعيقابه وشرع عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وبله قال حدثني عن مالك النهم من سعيد أنه قال أصري برسول الله عليه وسلم فرعى عفريتا من الجن لطلوبه دعلة منها فقال له جبريل أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى وقال جبريل فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجافزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلى طارقا يدرق بخيري يا رحمن بخيري يا رحمن وبلي قال حدثني مالك عن سهل بن نبي صالح نبيه نبي هرته أن رضوها من أسلام قال ما حدث هذه الليلة قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء فقال لذغتني يا قرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين سيت أعوذ بكلمات الله التام ماذا من شر ما خلقه لم تضره وبليه قال حدثني عن مالك عن سمين مولاء بقن عن القعقاء بن حكيم أنك عب الأحبار قال لو لا كلمات أقولهن لجالتني يبغض حمارا فقيل له وما هن وقال أعوذ بوجه الله العزيم الذي ليس شيء أعظم منه وبالكلمات الله التام ما لم أعد من شر وبرأ وذرأ باو ما جاء في المتحابين في الله وبليه قال حدثني عن مالك نبي الله بن عبد الرحمن بن معمر عن نبي الحباب سعيد بن يسار عن نبي هريرة أنه قال قال رسول الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم ظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل وبليه قال حدثني عن مالك حدثني عن مالك حدثني عن حفظ بن عاز بن نبي سعيد القدري أو عن نبي هريرة أنه قال قال رسول الله عليه وسلم سبع جلهم الله في ظله يوم لا ظل لا ظل عاد وشاب عبادة الله فراجل قلبه معلق بالمذة إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابة في الله اجتمع على ذلك وتفرق ورجل ذكر الله خالي فأخفاضت عينه ورجل دعته ذات حسب جمال حسب وجمال فقال إني يخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما يتنفق يمينه وبليه قال حدثني عن مالك عن سهيل بن نبي صالح النبي عن نبي هريرة رسول الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يؤمن قبول في الأرض وإذا أبغز الله العبد قال قال مالك لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك عن مالك عن نبي حازم من الدنار عن نبي إدريس الخولاني أنه قال دخلت مزجد في مشقة فإذا فتى شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه فقيل هذا معاز بن جبل فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي قال فانتظر فسلمك عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله قال فأخذ بحب الردائي وجاب ذني إليه وقال أبشير فإني سميت رسول الله يقول قال الله تبارك وتعالى وجابت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزابرين في والمتباذلين في وبيه قال حدثني عن مالك أنه بلقه عن عبد الله من عباس وحسن الصمت جزء من خمسة وعشين جزء من النبوة كتاب الرؤية باب ما جاء رؤية ويقول ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤية الصالحة وبيله قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلام عن طائب يسار أن رسول الله قال لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات قال الرؤية الصالحة يراه الرجل الصالح جزء من ستة واربعين جزء من النبوة وبيله قال حدثني المالك عن سلمة بن عبد الرحمن وقال سمعت رسول الله يقول الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا راحتكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقل وإذا عوذ بالله من شرها وإنها لن تظره إن شاء الله قال أبو سلمة إن كنت لأ رؤية هي أثقل علي من الجبل فلما صميت هذا الحديث فما كنت أباليها وبيله قال حدثني عن مالك عن هشام عروة عن النبي أنه كان يقول في هذه الآية قال هي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له بأو ما جاء في النرد وبيله قال حدثني عن ورسوله وبيله قال حدثني عن مالك عن عالقمت عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد فأرسلت إليهم لإن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم وبيله قال حدثني عن مالك النافع نبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحد من أهله يلعب بالنرد زربه وكسرها قال يحي وسمعت مالك يقول لا خير في الشطرنج وكرهها وسمعت يكره اللعيب الليب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال كتاب السلام باب العمل في السلام وبإله قال حدثني عن مالك عن زيد ابن أسلام قال يسكن طاقب على الماشي وإذا سلم من القوم واحد أجزى عنهم وبإله قال حدثني عن مالك أنه كنت جالس عند عبد الله بن عباس فذقل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيء مع ذلك أيضا قال ابن عباس فهو يوم اذن قد ذهب بصره من هذا قال هذا اليمان الذي يغشاك فعرفوه إياه قال فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة قال يحيا سئل مالك هل يسلم على المرأة فقال أما المتجالة فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك فهو ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني قال حدثني عن مالك عن عبد الله ابن عمر قال رسول الله إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقل عليك قال يحيا وسئل مالك عن من سلم على اليهودي والنصراني قال هل يستقيله ذلك فقال لا باب جامع السلام وبإليه قال حدثني عن مالك عن عساق ابن عبد الله بن نبي تلحة عن نبي مرة مولى عقيل بن نبي طالب عن نبي باقض ليس أن رسول الله بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد فلما وقف على مجلس وأما ثالث فأذب رذائب ولما فلما فرغ رسول الله قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوائل الله فأباه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرز فأعرز الله عنه وبإليه قال حدثني عن مالك أن نزاق عبد الله بن نبي طلحة عن نبي مسامع عمر بن القطاب رجل ثم سأل عمر الرجل كيف أنت فقال أحمد إليك الله فقال عمر ذلك الذي ردت منك وبإليه قال حدثني عن مالك عن نساق عبد الله بن نبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أكبره أنه كان ياتي عبد الله بن عمر فيغضو معه إلى السوق فقال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقات ولا صاحب بيت ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه قال الطفيل فجيت عبد الله بن عمر يوما فاستطبعني إلى السوق فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البي ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تدرس بجالس السوق قال فأقول جلس بنا ها هنا نتحدث قال فقال يا عبد الله بن عمر يا بابطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغضو من أجل السلام نسلم على من لقينا وبه قال حدثني عن مالك ينهي من سعيد أن رجلا سلم على عبد الله سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات فقال له عبد الله بن عمر وعليك ألفا ثم كأنه كره ذلك وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نتوقفنا سيدي طيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلننا وما أسررنا وما أنت أعلم به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنة سيدنا محمد وانشر أنوارها وأفضالها وأسرارها وبركتها ومعانيها على الحاضرين في هذا المجلس المبارك وأصولهم وفروعهم وجيرانهم وما تحوي شفاقة قلوبهم اللهم إنك عفوهم كريم تحب العفو فاعفو عنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأجستكم وبأمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته